مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق وموجة الحر التي تشهدها البلاد هذه الأيام يتكرر قطاع الكهرباء ولساعات طويلة عن مختلف المحافظات العراقية ففي العاصمة بغداد تسأل مواطنون عن الوعود التي تطلقها الحكومة والمسؤولون كل عام بتحسين واقع الكهرباء في البلاد إلا أنهم لا يرون حلولا على أرض الواقع تأسيما بعد صرف أكثر من 80 مليار دولار على ملف الكهرباء دون أي تحسن ملحوظ أما في ديالة فقد مرت المحافظة بليال صعبة وقاسية بفعل كثرة قطاعة التيار الكهربائي لعشرات المرات بشكل متتال وفي ذيقار عقد مجلس المحافظة جلسة طارئة لمناقشة استثناء ذيقار من القطع المبرمج للكهرباء بوصفها من المحافظات المنكوبة أما في بابل فقد أغلق مواطنون الطريق الرابط بين بابل ومحافظة النجف احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في حين أبدع رقيون في محافظة القادس يمتعاضهم بسبب انقطاع الكهرباء وقلة ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي في المحافظة وهو الحال ذاته في محافظة صلاح الدين حيث وصل انقطاع تيار الكهربائي إلى نحو ثلاثة أيام متواصلة الأمر الذي تسبب بموجة غضب بين المواطنين من هذه الأزمة المتكررة وغياب الحلول الناجحة من جانبها انتقدت لجنة الطاقة النيابية الحكومة ووزارة الكهرباء بسبب إعطاء وعود وهمية لا تنفذ على أرض الواقع موضحة أن الحاجة الفعلية للعراق أكثر من أربعين ألف ميجاوات وما ينتج الآن يصل إلى نحو ستة وعشرين ألف ميجاوات وهي لا تكفي لسد حاجة الكهرباء قياسا مع نسبة عدد السكان أزمة مزمنة منذ أكثر من عقدين من الزمن ووعود متكررة لم تحد الحكومات المتعاقبة أن تستحي من أن تكررها كل عام لتصدر إنجازات وهمية وسط موجة من الغضب المشوبة بالسخرية تشتاح الشارع على رقي لاسيما في مواسم الصيف جراء السياسات الفاشلة والتفشي الفساد اشتركوا في القناة